السلام عليكم هل تعلم أن هناك جزيرة خالية من البشر تتمتع بخدمة إنترنت غامضة؟ تمتلك جزيرة بوفيه التي تقع في جنوب المحيط الأطلسي وتبعد حوالي 1500 ميل عن الحياة البشرية خدمة إنترنت غامضة بالرغم من عدم وجود أي شخص يعيش فيها. ويطلق عليها اسم الجزيرة الأكثر وحدة في العالم كما أن الجزيرة الموجودة في منتصف الطريق بين جنوب أفريقيا والقارة القطبية الجنوبية تقع على بعد 1400 ميل من البشر وفق ما كشفت صحيفة ذا صن البريطانية. وبالرغم من أنها معزولة وخالية من البشر إلا إنها تشتهر بماضي غريب وفي عام 1964 تم اكتشاف قارب مهجور على جزيرة بوفيه دون أي ركاب ولا تزال هوياتهم غير معروفة. وفي عام 1979 رصد قمر صناعي أمريكي بشكل غامض وميضا ساطعا من الضوء بين جزيرة بوفيه وجزر الأمير إدوارد. ولم يتمكن أحد في ذلك الوقت من تفسير سبب الإضاءة، ولكن يعتقد أن الوميضة كان ناجما عن تفجير قنبلة نووية سرية مشتركة بين جنوب أفريقيا وإسرائيل، ولكن لم يعترف أي من البلدين بالأمر. وبالرغم من الجزيرة تفتقر إلى البشر، فإنها مليئة بالحيوانات مثل طيور البطريق والحيتان القاتلة والحدباء. وتعد الأنهار الجليدية الموجودة بها موطنا لأنواع الطيور الغريبة مثل طيور الثلج والبريونات القطبية الجنوبية. وتتميز الجزيرة بشكل فريد بوجود فوهة بركان غير نشط مليئة بالجليد في وسطها، كما أن تضاريسها الصخرية تجعل من الصعب للغاية وضع قدمك على الجزيرة الجليدية. وتؤدي تضاريسها الصعبة المقترنة بموجات المحيط والتقس غير المتوقع إلى خلق حالة من الفوضى للقوارب، وبالرغم من ذلك تتمتع الجزيرة بخدمة إنترنت ويفاي من الدرجة الأولى. مع تحياتي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودمتم سالمين.